السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي علم الأرض للصف الخامس العلمي وصلنا لفصل الرابع صفحة 80 علم البيئة تعريف البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل فيه على مقاومات حياته من غذاء وماء وهواء ويمارس فيها علاقته مع أقرانه هذا إذا قال تعريف البيئة علم البيئة علم البيئة هو العلم الذي يدرس الأنظمة والطرائق والأدوات التي تساعد على رصد المشكلات البيئية وتحليلها وتقصي تبعاتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها إذا يقول تعريف البيئة هياته وإذا يقول تعريف علم البيئة الحد وغيرها الحد وغيرها تمام؟ نجي على النظام البيئي النظام البيئي يقول لك يقول أنواع الملوثات أدى إلى الأضرار بالكائنات الحية وارتفاع معدلات التلوث البيئي ومن ثم الإخلال بالنظام البيئي تعريف النظام البيئي هسأ أخذها بصفحة 81 هياته هذه تمام؟ زين مكونات البيئة عدي البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة قسم الباحثون مكونات البيئة قسميا البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة البيئة الطبيعية تشمل جميع الكائنات الحية والأشياء الغير الحية توجد على كوكب الأرض بشكل طبيعي وتتمثل بالمظاهر التي لا دخل الإنسان في وجودها أو استعمالها ومن مظاهرها الأرض المناخ البحار المياه السطحية والجوفية والمعادن ومصادر الطاقة وغيرها من المظاهر يقول لك ما هي مكونات البيئة؟ أقول البيئة الطبيعية والمشيدة البيئة الطبيعية تعريفها وما هي مظاهر البيئة الطبيعية؟ أقول الأرض المناخ البحار المياه السطحية والجوفية والمعادن ومصادر الطاقة البيئة المشيدة تعريفها أو ممن تتكون البيئة المشيدة؟ تتكون من البيئة الأساسية المادية التي تشيدها الإنسان وتتمثل باستعمالات الأراضي الزراعية والسكنية وعمليات التنقيب عن الثروات الطبيعية فضلاً عن المناطق الصناعية والمراكز التجارية والطرق والمدارس وغيرها من المظاهر هنا التلوث البيئي هذا تعريف التلوث هو أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بايولوجي سواء كان كمياً أم نوعياً يؤدي إلى تأثير ظار في مكونات البيئة الطبيعية أو البشرية التلوث البيئي هذا التلوث إذا يقلك تعريف التلوث البيئي هو إدخال الملوثات إلى البيئة الطبيعية ومما يلحق الضرر بها ويسبب خللاً بالنظام البيئي مشكلة التلوث البيئي ليست مشكلة جديدة أو طارئة على الأرض وإنما الجديد هو زيادة شدة التلوث وهذه الزيادة ازدادت شدتها في النصف الثاني من القرن العشرين نتيجة للتطور العلمي والتقني يقول لك علل هنا علل ازدادت شدة التلوث في النصف الثاني من القرن العشرين الجواء نتيجة للتطور العلمي والتقني والتلوث مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة أو الدول النامية هذا علل الجواء بسبب ما تطرحه من غازات أو جسيمات أو مواد ملوثة للبيئة ما هي مصادر التلوث؟ ما هي مصادر التلوث؟ مصادر التلوث تقسم مصادر التلوث إلى مصادر طبيعية أولاً مصادر طبيعية ومصادر بشرية مصادر طبيعية ومصادر بشرية نجي على هذا النظام البيئي اللي قلت لكم إياها التعريفة باللون الأخضر المصادر الطبيعية تشمل ملوثات البيئة الطبيعية مثلش المصادر الطبيعية؟ مثل الزلازل، البراكين، والأمطار الغزيرة، والعواصف، والحرائق، وغيرها من الملوثات تعريف الملوثات هذا باللون الأخضر هي أي مواد غازية أو سائلة أو صلبة أو مكروبية تؤدي إلى حدوث خلل في التوازن البيئي وهذا عندنا النظام البيئي همات تعريفة نجي على المصادر البشرية نحن قلنا طبيعية وبشرية نجي على المصادر البشرية يعد الإنسان المسبب الرئيسي في التلوث البشري يسهم التوسع الصناعي والاستغلال غير الكفوة للموارد الطبيعية من خلال دورة الواضح في القضاء على الغطاء النباتي وتلوث الهواء والماء والتربة فضلا عن ظهور العديد من الأمراض الوبائية ومن ثم الأضرار بمكونات البيئة ما هي أشكال التلوث البشري؟ عندنا قسمية تلوث المرئي والتلوث الغير المرئي تلوث المرئي مثل تلوث الماء والهواء والتربة أما التلوث الغير المرئي مثل التلوث الضوضائي الضجيجي والتلوث الإشعاعي والتلوث الكيميائي والتلوث البصري والتلوث الضوئي وغيرها عندنا تلوث الغلاف الجوي تلوث الغلاف الجوي تلوث الهواء هذا تعريفه هنا تلوث الغلاف الجوي الغلاف الجوي الغازي تلوث هو المدى الفسيح هذا تعريفه هو المدى الفسيح لحد هنا هو المدى الفسيح من الهواء الذي يمتد من الأرض لمسافة 100 كيلومتر وسوف نطرق يعني الحد ميت كيلومتر ونطلوث الهواء من يتكون الهواء؟ من مجموعة من الغازات النيتروجين 78% وكسجين 21% وغازات أخرى مثل ثنايوكسيد الكاربون والنيون 1% تكون دقيقة وثابتة ولكل منها خواصها الطبيعية الخاصة بها لتحافظ على التوازن البيئي يالله هاي ما بيها شي نجي على ما هي مصادر تلوث الهواء ما هي مصادر تلوث الهواء يالله هاي مصادر تلوث الهواء مصادر طبيعية ومصادر بشرية المصادر الطبيعية تتمثل الملوثات التي لا دخل الإنسان فيها ويعزى تأثير هذه العوامل مثليش؟ مثل الحرائق والبراكين أما البشرية هي المصادر التي تنتج بسبب نشاط الإنسان في البيئة هذه الملوثات المسببة أكبر للتلوث مثل احتراق الوقود الأحفوري النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري للصناعات النفطية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمعامل والمصانع وغيرها من الصناعات التي يؤدي إلى انبعاظ غازات وإدخنة وجسيمات دقيقة تنتشر في الهواء وتدخل بالنظام البيئي هناك العديد صفحة 85 يقول هناك العديد من المصادر المرتبة للتلوث الهواء أولا الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والرصاص ها عيني ومركبات الكاربون هاي تعداد طبعا يمكن أدي 11 نقطة خنشوف 12 نقطة ها فيقول عددها بس تعداد أقول له أولا الجسيمات الدقيقة العالقة إلى الهواء يلا يعني عدنا تتمثل هذه المصادر بذرات التربة الناعمة والعالقة في الهواء سواء طبيعية أو الناتجة بفعل حرائق الوقود الأحفوري ومخلفات الصناعة كالحديد والإسمنت والزجاج والنسيج ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتبقى هذه الملوثات في الهواء ولا ترسب تلقائي يعتمد ذلك على حجم العوالق وحركة الرياح وتكون تلك الدقاق سامة الأمر الذي يسبب بخطر على صحة الإنسان يعني يقول لك أشرح الجسيمات الدقيقة العالقة نجي على الرصاص يلا يعني الرصاص نشوف الرصاص الرصاص هو عنصر موجود في الطبيعة ويعد من المعادن السامة لا سيمة إذا اتحده مع القازولين تنتج أنه غازات سامة من عوادم السيارات ودخول الرصاص بالكثير من الصناعات مثل يشدهانات وبطارية السيارة وتعليم المواد المحفوظة وينمو يوجد بالتربة خطورة التسمم بالرصاص تكمن في قدرته على التراكم في النسيج العسبي وخاصة لدى الأطفال مما يجعله أشد خطرا عليهم من الكبار لما يسبب لهم من سوء الإداء الدراسي أما أصحاب المهن كالدهانين وصانعي الإختام هم الأكثر تعرضا للتسمم بالرصاص ويكون التسمم مزمنا من دون أن يشعر به المرء لذلك يجب إجراء فحوصات دورية للعاملين وتزداد ملوثات الرصاص التي يستنشقها الإنسان كل ما زاد استعمال تلك المركبات لدينا مركبات الكاربون يكون لك يجوز عددهن ويشرح واحدة منها فأنتوا أقروهن مركبات الكاربون تتمثل بشكل رئيسي بغاز ثنائي أكسيد الكاربون CO2 ينتج من عمليات حرق الوقود الأحفوري بشكل كامل وكذلك غاز أول أكسيد الكاربون CO ويعود من الغازات السامة جدا مركبات الكبريت تتمثل بغاز ثنائي أكسيد الكبريت CO2 وغاز كبريتيت الهايدروجين H2S وحامض الكبريتيك H2SO4 ومن المصادر بصورة طبيعية ثوران البراكين وبصورة غير طبيعية عمليات حرق الوقود الأحفوري أكاسيد النايدروجين تتمثل بشكل رئيسي بغاز أول أكسيد النايدروجين NO وثنائي أكسيد النايدروجين NO2 وتنبعث في الغالب من وسائط النقل ومحطات إنتاج الطاقة الكاربائية والقطاعات الصناعية الأوزون الأرضي يختلف الأوزون الأرضي عن الأوزون الموجود في الطبقات العليا من الغلاف الجوي تقوم بحماية الحياة على الأرض من خلال امتصاصه للأشعة الفوق البنفسجية ومنعه من الوصول إلى سطح الأرض أما الأوزون الأرضي يكون قريبا من سطح الأرض فيعد من الملوثات التي تسبب العديد من الأضرار للكائنات الحية ويسبب مشاكل للرأتين والأنسجة في النباتات والحيوانات تكهين نتيجة حرق الوقود الأحفوري تفاعلات كيميائية بين أكسيد النايدروجين والهايدروكوربونات مركبات عضوية هذه الفلوريدات تنبعث تقول لكم من تنبعث الفلوريدات من المركبات من صناعة المبيدات الحشرية والبخاخات الهايدروكوربونات كالمشتقات النفطية والبنزين ومن الوحدات الصناعية المهمة والأساسية ولاسيما في عملية التكريب النفايات الصلبة تتمثل بالنفايات المنزلية والمخلفات الطبية والزراعية والصناعية كلوروفلوركاربون تنتج هذه المواد من صناعات عديدة أهمها الإيروسول يعني علب البخاخات تحمل المبيدات أو بعض مواد تصفيف الشعر أو مزير روائح العرق كما تستعمل في أجهزة التبريب الفطريات والبكترية والميكروبات تنتشر في الهواء سواء كان مصاد مصدرها التربة أو تعفن الحيوانات أو الفضلات البشرية نجي على آخر مصدر هو الإسبتوس الإسبستوس هنا 12 واحد وهو من المعادنة تعريفة التي لها القدرة على مقاومة الحرارة والتحلل الكيميائي ويكون تركيبها على شكل ألياف رفيعة وطويلة ويسبب قدرته على تحمل الحرارة الشديدة فإن عمال البناء يستعمل كغاز كعازل للحرارة إلى أبعاء أبحاث العلمية أكدت وجود العديد من حالات السرطان بين العمال والاسيمة عمال المناجم باستنشاقهم غبار تبجير الصخور وكذلك العمال التجارة باستنشاقهم غبار نشارة الخشب فضلا عن بعض المشكلات التقنية التي ارتبطت باستنشاق ألياف الاسبستوس بين بعض هذا يبين بعض ملوثات هنا طبعا هذا الضباب اللي داخلي تعريفة يعني هنا ضباب داخلي إن شاء الله المحاضرة للخ نشرح بعض مظاهر تلوث الغلاف الجوي